حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الإجراءات الحماية وتعزيز برامج الضمانة الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخرا للتخفيف عن المواطنين وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين أكد السيسي على أهمية إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة عليها كما شدد على ضرورة استمرار المتابعة مع المحافظين لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع السلع وتكتيف الحملات على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بالزيادة تعريفة النقل وأكد السيسي على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة الحكومة لجهود خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وأشار إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام لازيما في ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وأعرب عن تقديره وإدراكه لحجم معاناة المواطنين وتحملهم بشجاعة داعيات الإصلاح الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر